انبارح الرئيس انتهى من كلمته وانطلقت وسائل الاعلام العالمية والمحلية والاخليمية الجميع بيتناول هذه التصريحات بياخذوها على محملها الحقيقي محمل الجد والجد والانذار والتحذير احنا بننذر وبنحذر ان المنطقة هتشتعل المنطقة هتلتهب الجميع سوف يحصد خسائر لا يوجد طرف يحقق كل المكاسب الجميع سوف يتقاسم الدماء الجميع سوف يتقاسم الخسارة الجميع سوف يتقاسم هذه الهموم الجميع سوف يتقاسم هذا القبح هذه كانت تحذيرات مصرية دفعت الاسشت بريسنية تقول في تحذير شديد زعيم مصر يقول ان مياه النيل لا يمكن المساس بها اهو دي الاسشت بريس وكانت الاسشت بريس تقول انه زعيم مصر لن نسمح بيه او لا يمكن المساس بيه اه نقطة مياه مصرية البي بي سي باللغة الامهرية البي بي سي باللغة الامهرية الاتيوبية الرسمية هل يستطيع الرئيس المصر السيسي تنفيذ تهديده لاتيوبيا ده البي بي سي بالامهرية انا بقول ان الرئيس لم يهدد الرئيس حذر التهديد شيء اخر له وقته وتوقيتاته المحددة بلومبرج بتقول في اقوى تصريحاته السيسي يقول لا مساس بحصة مصر من المياه في رسالة لاثيوبيا دي بلومبرج بتنقل تصريحات الرئيس على هذا النحو الواشنطن بوست بتقول السيسي يحذر مياه النيل لا يمكن المساس بها نفس ما قالته الاسيوشيد بريس يبقى الواشنطن بوست نقلاها عن الاسيوشيد بريس الازاعة الفرنسية قالت السيسي يحذر عدم استقرار لا يمكن تصوره اذا لمست لمست مياه مصر ده كلام واضح جدا اللي هو الازاعة الفرنسية تقول انه هيكون في عدم استقرار غير متصور في المنطقة ولا يمكن تصوره اذا تم المساس بحصة مصر من المياه يو اس نيوز بتقول في تحذير صارخ الرئيس المصري مياه النيل لا مساسة بها لوفي جارول فرنسية بتقول الرئيس السيسي يقول عدم استقرار لا يمكن تصوره اذا تم المساس بمياه مصر دي الصحيفة الفرنسية الاشهر وكالة رويترز تقول السيسي ان رد مصر سيكون قوي اذا تأثرت امدادات المياه بسد النهضة يهو نيوز مصر تحذر من ان مياه النيل لا يمكن المساس بها اذا الرسالة المصرية وصلت